هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار يا أيها العراقيون هذه الرواية لكم هي للشيعة عموماً ولكن لشيعة العراق خصوصاً الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي والطبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 343 الرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه لكأني أنظر إليهم الإمام الباقر يحدثنا عن صاحب الأمر وعن أنصاره المخلصين عند الظهور الشريف وقد وصلوا إلى العراق أقبلوا من الحجاز لكأني أنظر إليهم إلى صاحب الأمر وأنصاره الأوفياء الذين أقبلوا من الحجاز ودخلوا إلى العراق وهاهم يقتربون من النجف شيئاً فشيئاً لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعتها عشر رجلاً كأن قلوبهم زبر الحديد زبر الحديد قطع الحديد القطع الحديدية المتماسكة كأن قلوبهم زبر الحديد جبرئيل عن يمينه عن يمين الإمام وميكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهراً وخلفه شهراً أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يعني يلبسون العمائم المحمدية إنها العمائم البيضاء بحنكين وليست كالعمائم الإبليسية التي يلبسها مراجع النجف وكربلاء الروايات وصفتها بأنها عمائم إبليسية ما أنها هذا الوصف ليس من عندي إنها عمائم إبليس العمائم التي يرتديها مراجع النجف وكربلاء مراجع النجف وكربلاء بهذه الهيئة العمائم الشيعية التي يلبسها المعممون الشيعة المراجع وغير المراجع هذه العمائم بهذا التصميم هذه عمائم بن العباس وخصوصاً السوداء منها وخصوصاً السوداء منها فالعمامة الشرعية الرسمية لمحمد وآل محمد هي العمامة البيضاء وصاحب الأمر في يوم ظهوره يخرج إلينا بعمامة بيضاء فالأئمة هم المبيضة وشيعتهم المبيضة هذا معروف في التاريخ وبن العباس هم المسودة هم أصحاب العمائم السوداء رسول الله والأئمة كانوا يلبسون في بعض الأحيان العمامة السوداء لكن العمامة الرسمية والعمامة الشرعية لرسول الله وآل رسول الله هي العمامة البيضاء ما هي السوداء هذه العمامة السوداء جاءتنا من بني العباس ولها حكاية ليس الحديث عن العمائم لكن الملائكة هؤلاء يلبسون العمائم المحمدية لأن النبي هو الذي وضع هذا التصميم وضع التصميم في واقعة بدر النبي هو الذي تعمم بعمامة بيضاء ذات حنكين فأزدل حنكاً بين كتفيه كالذؤابة بين كتفيه و أخذ الحنك الآخر وطواه إلى الجهة الثانية من جهة يمين العمامة إلى يسارها جبرائيل لما رأى رسول الله قد فعل هذا فعل نفس الشيء فتعمم بعمامة بيضاء ذات حنكين والملائكة الذين نزلوا بقيادة الملاك منصور تعمموا بنفس الطريقة فمنصور حين رأى جبرائيل قد تعمم بعمامة رسول الله هو الآخر تعمم بتلك العمامة وهكذا الملائكة هذا الكلام ما هو من عندي هذه رواياتهم وأحاديثهم ومن هنا صارت العمامة البيضاء ذات الحنكين صارت شعاراً لنا أما عمائم المراجع هذه صدقوني عند فقهاء الشيعة الأوائل وهذا موجود في كتبنا لا تجوز الصلاة بهذه العمائم وصلاة بها باطلة هذه فتاوى مراجع الشيعة موجودة في كتبنا عودوا إلى كتاب الفقيه الذي هو أحد الأصول الأربعة عودوا إلى كتاب الفقيه في باب لباس المصلي ستجدون أن الشيخ الصدوق يفتي بهذا ليس من عنده اعتماداً على الروايات وعلى موقف مراجع الشيعة آنذاك وهذا كان معروفاً عند فقهاء الشيعة وفي غير الفقيه أنا لست بصدد تتبع المسألة الآن لقد تحدثت عنها وفصلت القول فيها في برامج عديدة يمكنكم أن تعودوا إليها فهذه العمائم التي أصفها بالعمائم الإبليسية هذا الوصف ما هو من عندي هذا وصف أحاديث محمد وآل محمد لهذه العمائم القذرة هذه عمائم نواصب والصلاة فيها باطلة الذين يخرجون حنكاً واحداً هذه سنة الشفع هناك من الشيعة يخرجون حنكاً واحداً أنا رأيت بعض المراجع يضع قطعة قماش في جيبه في وقت الصلاة يخرجها ويعلقها بعمامته بعيني هذا رأيت أحد مراجع الشيعة الكبار يفعل هذا وكنا نصلي خلفه فكان يخرج قطعة قماش بالضبط مثل ما ذكر الشافعي في كتابه الأم فإن الشافعية كان يفعل هكذا هذا مذكور في كتاب الأم الذي هو المصدر الرئيس للفقه الشافعي أنا لا أجد وقتاً كي أفصل لكم الكلام في هذه المسائل على أي حال حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذه صعد النجف يعني باتجاه النجف تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح إذا أصبح الإمام وأصبح الصبح قال خذوا بنا طريقاً نخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق خندق أخدود مخندق توجد عليه حواجز عسكرية وعلى الكوفة خندق مخندق قلت الذي يروي لنا الحديث يقول للإمام الباقر قلت خندق مخندق قال إي والله خندق مخندق هناك أخدود وعليه حواجز عسكرية قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم وهو موجود في زماننا إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين هذا المسجد المقام الإبراهيمي موجود في أيامنا هذه وبن نخيلة أيضا حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام فإنه النبي وما هو بشخص آخر يتحدث عن مقام إبراهيم بن نخيلة حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بن نخيلة فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها هذا في زمان الظهور هؤلاء مرجئة الشيعة في زمان الظهور ليس هناك من مرجئة نواصف في الكوفة لا توجد عندنا روايات مطلقا تتحدث عن أن الكوفة فيها من نواصب سقيفة بني ساعد فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها هم راجع النجف وكربلة أصحاب العمائم والميليشيات التابعة لهم والأحزاب التي تحت طاعتهم وتتحرك بإمرتهم فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم وغير المرجئ من جيش السفياني فجيش السفياني في الكوفة ومر علينا في الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج مر علينا الحديث عن صاحب السفياني الذي سيطرح رحله في رحبة الكوفة مر هذا الكلام ومن أن مراجع النجف ومن أن النجفيين من عامة الشيعة سيبايعونه وفقا لفتاوى مراجع النجف سيبايعون السفيانية وسيخرجون معه مع جيش السفياني لقتال صاحب الزمان هذه روايات وهذه كتبنا وهذه كتب قديمة وهذه روايات قديمة هذه الروايات لست أنا الذي أنشأتها لأجلي أن أحارب المرجعية التي ترعب الغرب من الغرب تراجف من الثولان الخوثان التي لدينا فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه استطردوا لهم يعني فروا أمامهم كأنكم خفتم منهم استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم الويل لهم كروا عليهم قال أبو جعفر لا يجوز والله الخندق منهم مخبر ولا واحد ولا واحد يحلتون هم حلت المناعي الوالدين ذول النغولة هذه نغولة هاي نغولة مرجع بس هو نغل نغل ومعبون أسافل ومنحط لربما هؤلاء نتاج التلقيح الصناعي السيستاني ما هي كثرة النغولة عندنا بسبب فتاوى السيستاني وفتاوى ابنه محمد رضا بخصوص جواز التلقيح الصناعي كثرة النغولة في الواقع الشيعي فيخرج إليه من كان بالكوفة يخرج إليه إلى صاحب الأمر من كان بالكوفة من مرجئها هؤلاء المرجئة أصحاب هذا المنهج منهج أن النواصب أنفسنا بالضبط وهذا منهج المرجئة هذا منهج المرجئة بشكل كامل بدرجة معبل هذا هو منهج المرجئة لعنة الله على هذا المنهج الناصبي القذر لأن هذا المنهج هو الذي يقول إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة هؤلاء أحفادهم أولادهم ليس بالضرورة أن الإمام يظهر في أيامنا هذه لكن المنهج سيبقى ما هو أطوسي وضع هذا المنهج الشافعية المعتزلية في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين ونحن الآن في سنة ألف أربعمية وثلاث وأربعين وبقي المنهج هو المنهج فهذا المنهج السستاني أضال سيبقى سيبقى موجودا خصوصا إذا استمرت المرجعية في أولاده في أحفاده من بعده وهذا هو الذي يبدو أن الأمر سيكون هكذا بدعم من الأمريكان صدقوني هذا ما هو تحليل ولا هي دعايات مرجعية محمد رضا السستاني القادمة هذه معلومات معلومات دقيقة من الكواليس مرجعية محمد رضا السستاني القادمة مدعومة من الأمريكان والإسرائيليين والسعوديين صدقوني هذه معلومات دقيقة من الكواليس هذا لا هو التحليل ولا استنتاج ولا دعايات كدعاياتهم وأكاذيبهم وهذا بمشورة من أبيه هذا بمشورة من أبيه لأنهم يخافون الإيرانيين من أن يتدخلوا في موضوع المرجعية من بعد السستاني ولا يجدون عونا لهم في مواجهة الإيرانيين إلا هذه الجهات ومن هنا تعهدوا لهم تعهدوا للأمريكان بتطبيق البرنامج الأمريكي وقد عرضت هذا فيه وثائق عودوا إلى الوثائق عودوا إلى الوثائق التي لم تعرض على شاشة إلا على هذه الشاشة فقط عودوا إليها وثائق من داخل الكونغرس الأمريكي فيديوات ووثائق مطبوعة وتسجيلات صوتية كل هذا تم عرضه عودوا إلى تلك الوثائق المرجعية السستانية القادمة وهي مرجعية محمد رضا مرجعية مدعومة بدعامة أمريكية إسرائيلية سعودية كما قلت لكم هذه معلومات صدقوني هذا ما هو تحليل ولا استنتاج ولا دعايات هذه معلومات ومعلومات دقيقة ودقيقة ودقيقة جدة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيس السفياني فيقول لأصحابه استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم الإمام الباقر بعد ذلك يبين لنا حيث يقول لا يجوز والله الخندق منهم مخبر هذا واقع صالح في الأمة هذه النجف فيها جيش السفياني محمرات جع النجف يخرجون لحرب الإمام الحجة أين هو الصلاح والإصلاح يا أيها الكذابون السفلة تكذبون علينا وتقولون من أن الأمة صلح حالها بعد مقتل الحسين حتى يحسن الظن فيهم هذا برنامج شيطاني ينفذونه ويضحكون به علينا ما نحن حمير عند المراجع هم حمير عند الشيطان ونحن حمير عند المراجع أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية المرجعية الحوزوية الطوسية السيستانية المبارك ترجمة نانسي المرجعية يعني قل يا أغميشيني وكما تقول قل أغميشيني تبقى لأفكار حالة السنون فقوش ديخ تعرف ديخ ونص عباط كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه مالي أجيب الأسم عرب قال تركب مثل ما تركب نعم وقاي ديخ ومش لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة ترجمة نانسي قنقر